نواصل دائماً مع أخبار منتخباتنا الوطنية حيث فاز ودياً منتخبنا المحلي على منافسه المالي بنتيجة أربعة هداف دون رد في المباراة التي لعبت بمدينة طبرقة تونسية هذا وجاء تهداف الخضر عبر ثلاثية كاملة من لعب اتحاد العاصمة ويتعلق الأمر بعبد الرحمن زيان وأيمن محيوس وأكرم جحنيط بالإضافة إلى هدف رابع من تسجيل لعب وفاق سطيف أحمد قندوسي المقابلة التي سعى من خلالها الكوتش مجيد بوغرة إلى تجريب الخطط التي عمل عليها خلال الحصة التدريبية ليتذكير مشاهدين فإنه سيتم تسريح لعب الاتحاد لغرض تنقلهم رفقة الفريق إلى جنوب إفريقيا تحسباً لخوض لقاء الذهاب من الدور الثاني مكرر من كأس الكاف ترجمة نانسي قنقر